بعض الناس يظن أن السنة في أن الإنسان يلبس الإزار والرداء ويركب البغل والبعير مثلا ويطيل الشعر نعم هذه ليست السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ما يركب الناس في ذاك الزمن كان من عادة الناس أنهم يلبسوا هذا اللباس الإزار والرداء وإطالة الشعر نعم فلابد أن نفرق بين سنة العادة يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى عادة الناس هذا ليس من التعبد ليس من السنة إطالة الشعر مثلا لم يأتي حديث واحد في فضل إطالة الشعر للرجال ومن العجب أنك ترى بعض الناس يطيل الشعر يقول أنا متبع للسنة وعندما يأتي في الحجة والعمرة لا يحلق يقصر عندما يأتي للسنة لا يأتي بالسنة وعندما لا يأتي أمر فيه سنة يقول أنه سنة إنتبه إن لم تشتغل بالحق شغلق الشيطان بالباطل نسأل عاف والسلامة ترجمة نانسي قوة إذا كنت لا تنسيك في الحق شعر فإن الشعر سيكون يتبع بالحق شعر المترجم للقناة